كيف حالكم؟ فيديو جديد وفيديو النهاردة سأتحدث عن أنواع مزيلات العرق التي انا جربتها وتجربتها مع خلاصة أنواع من مزيلات العرق بما اننا في الصيف والموضوع تشاغل بنات كثيرة جدا وكمان شباب فحبيت اتحدث عن تجربتي مع كثير من منتجات مزيلات العرق ومزيلات رائحة العرق هناك انواع كثيرة من مزيلات العرق ومزيلات رائحة العرق انا استخدام الناس الرجالي او الحريمي او ايه من غير رغي كثير كل مرة اقول لكم من غير رغي كثير وبرضو بعض رغي كثير مش عارفة رغية جدا 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 مش عارفة مين زي كده المهم بسرعة 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 ومن غير رغي فعلا كثير اول منتج حابة ابتدلكم بي بصوا انا جمعتلكم كل الانواع اللي انا جربتها وفي انواع تانية انا جربتها سابها لكم تحتها لكي ساب لكم يعني سموتها انها مش معي دلوقتي بصوا بنات انا هبتدلكم الانواع من اسوأ للاحسن بالنسبة لي اسوأ نوع انا جربته وفعلا استحالي هجربته تاني هو الديودرنت دوت او مزيل للعرق دوت هو مش ديودرنت هو انتي بريس برينت تمام مش عارفة لو انا بنتقه صحي يعني اه هو مزيل لرائحة العرق المفروض ان هو مزيل للتعرق اصلا وحش وانا قلتلكم رأيه قبل كده فيه في المنتجات اللي انا خلصتها هو ما كانش خلص لامانة هو بصوا لسه فيه بس حرفيا مش قادر جربه اكتر من كده ومش قادر استخدمه وحش جدا 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 سيء من المنتجات الوحش اللي انا جربتها فعلا فيه المانيوم وفيه كل مضطيات الضره او الحاجات الضره اللي بضر جدا جدا البشرة غير ان هو اهواء فعلا مش بيسيب ريحة العرق وهو قوي جدا 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 على الجلد بس الامانة انا محبتهوش خالص 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 واستحالة هرجع اجربه او هكيبه تاني انا كنت بس مخليه لحد ما اعمل الفيديو دوت المنتج اللي بعد كده اللي انا اشتريته برضو مؤخرا وفعلا حرفيا صدمني فيه هو نيفيا للرجال دوت هو المفروض ان هو اه تمانية واربعين ساعة زي ما هو مكتوب اهو وان هو كمان ديودرنت يعني مزيل لرائحة العرق مش مزيل للتعرق استيقبل منظر دوت بحالة يا بنات بصوا انا لسا الاصلا مش تري هيبصوا ما عجبنيش محبتهوش مش بيزيل لرائحة العرق زي هو ما مكتوب خالص 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 ولا ليه اي لازم انا لو جبت حبة شابة وحبة جليسترينة عليها يعني هيبقى ميت فول وعشرة على كده ورتبت وزبطت الدنيا وما عملش اي حاجة انت يعني اللي هو انت بتعمل ايه انت ما بتعملش اي حاجة يعني مكتوب اربعة تمانية واربعين ساعة حرفيا حرفيا بعد خمس ست ساعات بيت كتير جدا بيظهر ليحة العرق يعني دوت المفروض ان هو معمول للرجال طب يعني واحد مسلا راجل بيشتغل طول النهار او برا البيت مش هيقعد كل مسلا اربع خمس ساعات يجدد الديودرنت بتاعه فاهمين انا اقصد ايه فبجد من اسوأ الحاجات اللي انا جربتها او استخدمتها فانا جربته انا شخصيا سيء جدا ما بيقعدش كام ساعة على بعضها زي ما انا ما قلتلكم غير ريحته ريحته مقرفة قوي ريحته نفاذة ريحت وحشة قوي 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 فبجد يعني اقوي اجيبي الديودرنت دوت تمانية بنات كان سعره اربعة وخمسين جنيه فهو مش رخيص فاستحالة هرجع اجيب الديودرنت دوت ولي الامانة انا مش بستخدمه ولا حتى ندر كمان بقى يستخدمه المنتج اللي بعد كده هو هو الموزيل اللي عرق دوت من اه من مايوي انا عارفة ان هو فيه الامنيوم وكمان فيه سلبانات فيه الكحول وبالابن انا عارفة ان فيه كل الحاجات داية بس بجد بامانة يعني رخيص جدا بتسعة جنيه ونصق او عشرة جنيه يعني وتحفة بامانة تحفة جدا 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 لما بيطلع عشريك تعرق اربعة وعشرين ساعة حرفيا زي ما هو مكتوب عليه فعلا حلو انا جربت منه باللافندر وبالعود ودي كمانة هوت بالعسل واللبن فحلو قوي 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 الديودرنت دوت رخيص ثمانة لصيفة قوي العسر واللبن والزبادي دوت كأن اصيف قوي او كأنك عملة سموزي كده بتحب رحته فحلو قوي 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 بجد من المنتجات اللي صدمتني من سعرها وجودتها فحرفيا الديودرنت دوت حلو قوي 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 لو انت عايزة تجيب سعره الخيص هو مش ديودرنت هو انتي بريس برينت تمام يعني مزيل للعرق يعني مش بتعرقي او بتعرقي بنسبة بسيطة خلاص فبجد حلو قوي 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 لو انت عايزة تجيبين الحاجة اللي بعدت كده وهو السودو كريم انا اوصلكوا قبل كده عن مميزات وفوائد السودو كريم واسبها لكو تحت الديسكريبشن بوكس واللي ما يعرفش الديسكريبشن بوكس هو المثلث اللي نازل لتحت كده جنب الاسم بتاعي هتدوسي عليه هتظهر لك صفحة فيها اكاونت الانستجرام بتاعي وكمان صفحة الفيس بوك بتاعتي وكمان كل الفيديوهات اللي انا بسيبهاي لك تحت الديسكريبشن بوكس وبالمناسبة لو انتو بتابعيني على الانستجرام يلا بسرعة 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 رح يفوتي على الانستجرام وتابعيني عليه عمليه فولو على الانستجرام بنزل عطول حاجات كثيرة وكل يوم بنزل حاجات متجددة تمام المهم ديودر الموزيل دوت او السودو كريم دوت حلو قوي قوي في اسالة رائحة العرق ممكن يقعد يوم كامل او يوم مزيادة بس عمتا احنا نعتمن اليوم الكامل مش اكتر من كده 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 احنا في صفة الريزي بت stra試 واثنان رائحة في اليوم تمام? فبجد من الحاجات الحلوة قوي 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 ق Lauren انظرواه قربية خلصوا يعني خلاص ببصوا قربية خلص فبجد من الحاجات الحلوة جدا جدا وطلبت غيره يعني جبت كمان واحد غيره هو تانية صغيرة اللي هو القتوفة عليك تخلص لا ارجوك في تخلص انا مش عايزك فبجد من الحاجات الحلوه قوي 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 استودو كريم اخر حاجة او حاجة اللي قبل الاخيرة هو طبعا انتو خراس عارفين انت لما عملت الفيديو ده اكيد هي ظهر معي هو طبعا انتو عارفين ان هو فوضي سكين كاندي امر مش اقول لكم غير كده يعني امر عايزة مزيل عرق هاتي سكين كاندي مزيل لرؤيحة العرج ده يبقى شكله بناد هو الديودرنت هو هند ميد معمول يدويا مش مصنع مكونات اللي فيه طبيعية جدا جدا وبالمناسبة سكين كاندي ما يعرفونيش وما يعرفوش ان انا هعمل فيديو زي كده واكيد هكون مبسوطة لو اي حد من سكين كاندي او من شركة سكين كاندي يشوف الفيديو دوت فحرفيا الديودرنت دوت امر 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 يعني ديودرنت يعني تعلم امر حلو بيزيل ريحة العرق مش بتعرق يا بناد يعني جسمك بيفرز كل الدهون والعرق اللي فيه فحاجة طبيعية جدا جدا بس مش بيطلع بريحة وحشة والعكس بيطلع بريحة حلوة وكمان يا بناد هو بيفتح الاندرارمي جدا 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 مع اول استخدام تقريبا فبجد حلوة اوي اوي المزيل العرق دوت وتقدر يستخدميه لاطفال يعني سنتعرفي ان هو قد ايه فعلا منتج امن جدا جدا ان يتيت حتى تستخدميه للطفل تمام؟ وكمان بالمناسبة يا بناد بيفتح منطقة البيكيني اريا انت ممكن تستخدميه في البيكيني اريا بيفتحها جدا 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 ومش هتكلم عليه اكتر من كده عشان ما تفتكروش ان هو اعلان عن المنتج دوت اخر حاجه هتكلم عليها وهي اللسبرية فكرة اللسبرية بنات فينا بنات كتيرة جدا فاكرا ان هو بيترش يعني عالجلد مباشر فهو اللسبرية بنات معمول عشان انت ترشيه على الهدوم عشان يديك يريحة حلوة مش اكتر ولا قل سواء دوف سواء نيفيا سواء اي سبرية تاني معطر اللسبرية اتخلق عشان يعتر الهدوم ومش يعتر جسمك انت او ان هو يتحط مباشر على المنطقة حساسة فبجد من الاسوء الحاجات ان انت تستخدمي سبريهات للمكان دوت هيصمر جدا 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 وانت اكيد لاحظت لو بتستخدمي سبريهات اكيد المنطقة عندك سمرت فا يعني ارجوكي بلاش لو انت بتستخدمي اي نوع سبريه يوقفيه تماما وتعالي استخدمي اي حاجة طبيعية او اي منتجتين هتلاقي المكان بدأ تدريجيا يفتح يرجع لدرجته الطبيعية من لونه سواء فاتح او غامي او اي ان يكون درجة الجلد نفسه فارجوكي اي واحد تروشتي اللي زي كده على الجلد مباشر انا حبيت بس اقولك عن الموضوع دوت عشان بس تبقى عارفين وعلشان غلط جدا الموضوع دوت بس بنات ده كان كل فيديو النهاردة يا ربي يكون الفضي عجبتو اللي سبريه وقع تقريبا لا تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب وشوفكم فيديو تاني بحبكم جدا باي باي موسيقى موسيقى